السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحذير بدر صفر 20 سبتمبر هذا هو عنوان بيان عاجل كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ السابع والعشرين من محرم لسنة 1443 هجرية والموافق الرابع من شهر سبتمبر لسنة 2021 بسم الله الواحد القهار يا معشر البشر الفرار الفرار إلى الله الواحد القهار فلا تجعلوا مع الله إلها آخر فيعذبكم الله عذابا نكرا بل اعبدوا الله وحده لا شريك له إني لكم منه نذير مبين تصديق لقول الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وعلموا علم اليقين أني خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني حقيق لا أقول على الله إلا الحق وإليكم الخبر اليقين من رب العالمين في شأن القمر البدر ليلة النصف لشهر صفر فقد أمرني الله أن أعنى لكافة البشر في البواد والحضر معاد البدر العالمي لشهر صفر القادم لهذا العام الجديد الفنو أربعمائة وثلاثة وأربعين بخلاف حساباتكم الفلكية بحساب غرة شهر صفر الفلكية والشرعية بحسب رؤية الأهلة كون معجزة القمر البدر المبكر آية خليفة الله المهدي بمعجزة كونية من رب العالمين هي مساء يوم الاثنين ليلة ثلاثاء عشرين سبتمبر الفين وواحد وعشرين آية التصديق من رب العالمين بسبب أن الشمس سوف تدرك القمر في هلال شهر صفر فيولد الهلال من قبل الاقتران المركزي لشهر صفر فيختفي عليكم الهلال فلا ترونه إلى ما شاء الله بسبب أن الشمس سوف تدرك القمر عدة ليال من أهلة شهر صفر وإنما الأمر من الله الواحد القهار لخليفته أن يعلن لكافة البشر في البوادي والحضر المسلم والكافر العرب والعجم إلى كافة العالم بأن آية بدر الإمام المهدي لشهر صفر لعامكم هذا ألف واربعمائة وثلاثة وأربعين سوف تحدث بالضبط كما يلي بين قوسين البدر الاثنين الساعة سبعة انتهت رؤية الأمر من الله كي يعلن به للعالمين وأن لعنة الله على الكافبين فهذا يعني أن بدر شهر صفر العالمي سيكتمل في لحظة عالمية وهي بالضبط في يوم عشرين سبتمبر الساعة السابعة مساء لعامكم هذا ألفين وواحد وعشرين وقد أعذر من أنظر فكونوا شهداء على أنفسكم أني بلقتكم بالخبر من الله الواحد القهار بأن الشمس سوف تدرك القمر في هلال شهر صفر صباح يوم الاثنين فيولد الحلال من قبل الاقتران المركزي ولهذا السبب سوف يكتمل بدر صفر مساء يوم الاثنين بحسب التاريخ العالمي المتفق عليه مساء يوم عشرين سبتمبر ألفين وواحد وعشرين الساعة السابعة مساء وقد أعذر من أنظر وكفى بالله شهيدة فارتقبوا إني معكم رقيب تصديقا لقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وزق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يمعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم فارتقبوا لوعد الله لتصديق خليفته آية من رب العالمين ميعد بدر صفر يوم الاثنين الساعة السابعة مساء يوم عشرين سبتمبر 2021 وبالتوقيت العالمي المتفق عليه الساعة السابعة مساء يوم الاثنين عند غروب الشمس يوم الاثنين للتثلثاء الساعة السابعة مساء يوم الاثنين بحسب التاريخ العالمي المتفقة عليه كافة دول العالم العرب والعجم الساعة السابعة مساء يوم 20 سبتمبر 2021 فويل المكذبين أن الشمس أدركت القمر وهم يعلمون فيخفون عن العالمين آيات النذر من الله رب العالمين حتى يكذبوا معهم بآيات النذر من ربهم فيكونوا معهم سواء في نار جهنم وإن لعنة الله على المستكبرين المغضوب عليهم المكذبين بآيات النذر وهم يعلمون فإن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا من تاب وآمن من علماء الفلك ولم يكتم عن العالمين أن الشمس حقا أدركت القمر فتلاها فأولئك يتوبوا الله عليهم وهو التواب الرحيم وقد خاب من دساها من علماء الفلك وأما عامة شعوب العالمين فيعلمون أن الشمس حقا أدركت القمر من خلال شروق القمر البدر المبكر عند غروب شمس يوم الاثنين ليلة ثلاثاء بتاريخ 20 سبتمبر 2021 ولسوف يلعن الله الصادين والمكذبين الذين يؤمنون مكر الله فلن يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولسوف يعلمون أي منقلب ينقلبون فلا تزيدوا على بيان هذا شيئا من عند أنفسكم أو تسروا به لأهليكم يا معشر الأنصار السابقين الأخيار تعليقا من عند أنفسكم للسائلين في صفحاتكم يا معشر الأنصار في مختلف الأقطار ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار ويا معشر كل مسلم ناصر لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليتم النشر والتركيز بشكل حصري على هذا البيان لتبليغه للعالم بأسره بكل حلة ووسيلة عالمية إلى الناس أجمعين حتى يأتي وعد آية الله إن الله لا يخلف المعاد فانتظروا إني معكم من المنتظرين وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وافتح بيننا بالحق وأنت خير الفاصلين وبالله نستفتح وخاب كل جبار عنيد كافة المعرضين عن البيان الحق للقرآن المجيد نور الهدى إلى صراط العزيز الحميد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني